أثارت الرسالة الأخيرة التي كتبها الطفل عبد العزيز الأسود قبل إعدامه من قبل الحوثيين أثارت عواطف اليمنيين بالتزامن مع الذكرى الأولى للمذبحة ونشر المحامي عبد المجيد صبرة لأول مرة رسالة الطفل الذي أعدمته ميليشي الحوثي العام الماضي بجانب ثمانية آخرين من أبناء التهامة في ميدان التحرير بصنع كتب الطفل في رسالته مر بالسجون لتستشعر النعيم الذي أنت فيه مر لترى الجلود الممزقة والأجسام المعلقة وتسمع صوت الألم يسمع داخل القبضان ويتردد داخل الحيطان كزئير الشبل غريق وطفل رضيع وكهل وجيئ وأضاف مر لترى كيف الظلم هنا ظلمات بعضها فوق بعض الظلم يخشاها والعدل يخفاها ترجمة نانسي قنقر